سيدة تبلغ من العمر خمسين عاما طلقها زوجها بعد إصابتها بالفشل الكلوي وتزوج بأخرى وتركها ليسكن مع زوجته الجديدة في بيت آخر وظلت هذه السيدة وحيدة في بيتها حيث أنها لم تنجب وكانت تذهب لقسم الغسيل يوما بعد يوم في سيارة أجره وفي إحدى جلسات الغسيل تعبت هذه السيدة تعبا شديدا وحدث لها هبوط في سكر الدم وأرادت العودة لبيتها في هذا الوقت كان بجانبها سيدة في الستين من عمرها تجلس على كرسي الغسيل ويرافقها ابنها وهو شاب ملتزم وكريم الخلق وقد لحق بالسيدة التي تريد الرجوع لبيتها وطلب منها الانتظار قليلا حتى تكمل أمه عملية الغسيل وسيعود بها هو لبيتها لأنها متعبة بسبب عملية الغسيل وبالفعل أخذها الشاب ومعه أمه وأدخلها لبيتها فشكرت الله وعلمت أن الدنيا ما زالت بخير ثم دعت هذه السيدة لهذا الشاب بأن ينصفه الله ويعيد إليه حقه فقد علمت من أمه أن أعمامه قد حرموه من ميراثه الشرعي وظلموه ورغم ذلك وبذلك لم يقطع رحمه بهم وترك الأمر لله غذر الشاب وأمه بيت السيدة المطلقة بعد أن أخبرها بأنه في موعد الغسيل القادم سيأتي ليأخذها مع أمه واستمر يأخذها للغسيل ويعيدها لبيتها وفي إحدى جلسات الغسيل أخبرها الشاب بأنه وأمه سيذهبان لأداء العمرة وعرض عليها الذهاب معهما فأخبرته بأنها تتمنى ذلك ولكن ليس معها المبلغ المطلوب فقال لها في الموعد القادم للغسيل أحضري معك جواز السفر ولا تفكري في شيء وبالفعل ذهب الشاب وأمه للعمرة وأخذ معهما هذه السيدة وطوال الرحلة كان يعاملها مثل ما يعامل أمه تماما وشعرت السيدة معه بالأمومة التي فقدتها وبعد أداء العمرة رجعوا سالمين بإذن الله وعادت السيدتان معا للغسيل كسابق عهدهما حتى أتى يوم لم يكن في الحسبان حيث مريضت أم الشاب البار مرضا أدى لوفاتها فحزنت السيدة المطلقة على صاحبتها وعلى نفسها ودمعت عيناها وقالت من الآن سأعود وحيدة مريضة كما كنت في اليوم التالي ذهب الشاب للسيدة المطلقة وأخذها إلى قسم الغسيل فلم تصدق ما رأت وظل الإبن البار يأخذها للغسيل ويعيدها لبيتها وبعد عام من وفاة أمه وفي أحد الأيام وجدته السيدة يدخل عليها بأجهزة كهربائية كثلاجة وبتجاز وغسالة وغيرها وقال لها في سعادة لقد أعطاني أعمامي كل ميراثي بفضل دعائك لي وسوف أتزوج خلال هذا الشهر وسأكون أنا وزوجتي في خدمتك لقد أوصتني أمي قبل وفاتها بالاهتمام بك ولن تحتاج شيئا أبدا إن شاء الله تعالى ظل الشاب عند عهده الذي أخذه على نفسه يقضي هو وزوجته أوقاتا جميلة مع هذه السيدة أو أمه الثانية كما يقول لها ويعمل على راحتها حتى فوجئ في أحد الأيام برجل يدخل بيت السيدة باكيا ويقول لها سامحيني لقد أخطأت في حقك وتركتك في مرضك ومنذ ذلك اليوم وأنا في هم وحزن وفقر ومرض علم الشاب وزوجته أن هذا الرجل هو زوج السيدة الذي طلقها وهي في أمس الحاجة إليه وكم كان سعيدا عندما وجد السيدة بكل طيبة تسامحه وتوافق على عودتها إليه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فريد شاب يسكن في المدينة بينما مكان عمله بالريف لديه سيارة حديثة يذهب بها إلى عمله صباحا واثناء ذهابه يلوح له عشرات الأشخاص ليقف لهم ويأخذهم في طريقه لأن كل ساعة تمر سيارة أجرة واحدة وغالبا ما تكون ممترئة ولكن فريد لم يقف لأحد أبدا بل كان يغضب من تلويح الناس فيقول في نفسه لماذا يظنون أن سيارتي حافلة عمومية وذات يوم كلف بعمل من العاصمة فركب سيارته وذهب ووجد في طريقه عشرات الأشخاص يلوحون له فلم يتوقف لأحد وقال في نفسه هذه سيارتي ملكي أنا تعبت حتى ملكتها ولا أحب أن يشاركني بركوبها أحد وبعد أن أدى المهمة التي كلف بها وأثناء عودته إلى مدينته لمح غرفة مهجورة على يمين الطريق فتوقف ونزل من سيارته وابتعد عنها عدة أمتار ليقضي حاجته وفجأة شاهد سيارة بيضاء تقف بجانب سيارته وخرج منها شخص ركب سيارة فريد وانطلق مسرعة ومن خلفه السيارة البيضاء صرخ فريد وركض خلف السيارتين وتأكد أن سيارته سرقت فوقف في الطريق يلوح للسيارات المرة عسى أن يتوقف أحد له ليبلغ الشرطة فقد كانت نقوده وبطاقته وهاتفه داخل السيارة ولا يستطيع الاتصال بأحد استمر فريد لساعات يلوح للسيارات ويستعطف سائقيها للوقوف له وبحزن تذكر عندما كان يمر بسيارته والناس تلوح له ويتجاهلهم ولا يتوقف لقد شعر بالذنب وتعهد أمام الله من تلك اللحظة بأن يقف لكل من يستوقفه في طريقه حتى تمتلئ سيارته وفي هذا الوقت جاء رجل كبير في السن لديه سيارة متواضعة وتوقف له بمجرد أن لمحه يلوح له فشكره فريد كثيرا فقال له الرجل لم أفعل شيئا يستحق كل هذا الشكر ولم لا أقف لك هذه السيارة ليست ملكي وإنما ملك الله الذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء جاءت كلمة الرجل كالصاعقة في أذني فريد وزلزلته لقد تذكر غروره عندما كان يقول سيارتي ملكي ولا أسمح لأحد بركوبها لقد علم أن الملك كله لله وأننا لا نملك أي شيء وتاب من أفعاله وأقواله وقدم بلاغا عن السرقة إلى الشرطة التي اتصلت به بعد أسبوع وأخبروه بأنهم ألقوا القبض على السارقين وأعادوا له سيارته فحمد الله كثيرا وأصبح يتوقف للناس دون أن يطلب منه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قضى الحاج رضوان أكثر من عشرين عاما إماما لمسجد بدولة خريجية ثم عاد إلى قريته المصرية البسيطة فاشترى قطعة أرض ليبني عليها مسجدا لأهل القرية وبدأ العمال في البناء وبينما كان رضوان يشاركهم في الإشراف على البناء شعر بالتعب وتلطخ جلبابه ببعض الغبار والدهان فجلس على الرصيف المقابل للمسجد واضع الرأسه بين يديه ليستريح قليلا فمرت به سيدة عجوز ووضعت في يده جنيها معدنيا فرفع رأسه مذهولا فرأها سيدة بالية الثوب فقيرة فندها ليخبرها أنه لا يتسول وسألها ما هذا فقالت له معتذرة لظنها أنه يستقل الجنيه سامحني يا بني أقسم لك بالله ليس معي غير هذا الجنيه كنت سأركب به لأعود لبيتي لم يستطع رضوان الكلام فنادى على سائقه وأمره أن يستحب السيدة إلى بيتها ويأتيه بتفاصيل حياتها كاملة وعند عودة السائق قال له هي أرملة لديها ثلاث بنات تزوجت إحداهن وماتت هي وزوجها في حادث وتركت لها طفلتين فأصبحت الأسرة خمسة أفراد تخرج هي للعمل للإنفاق عليهم وبينما كان رضوان يفكر في كيفية مساعدة هذه السيدة ماليا إذا باتصال هاتفي من أمير كان يصلي خلفه في الدولة الخريجية وقال له حان وقت إخراجنا زكاة المال أنا وإخوتي فهل في بلدك فقراء تعرفهم دارت رأس رضوان من هول المفاجأة ثم قص على الأمير قصة الأرملة صاحبة الجنيه فقال له الأمير اشتري قطعة أرض كبيرة وابن لها ولبناتها وحفيدتها بيتا كبيرا وضع لها رصيدا في البنك تنفق منه طوال عمرها وتزوج ابنتيها وحفيدتيها فقال رضوان سبحان الله دفعت السيدة كل ما تملك لله فأراد الله أن يجعل ثمرة نيتها الخالصة بيتا كبيرا ورصيدا وسترا لها ولذريتها من بعدها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سبق درهم مئة ألف درهم قالوا وكيف قال كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما انطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق بها فنفقة درهم في سبيل الله عن طيب خاطر وإخلاص نية من رجل فقير لا يملك إلا درهمين أفضل في الأجر والثواب من نفقة مئة ألف درهم من رجل غني قد أنفق من بعض ماله وبقي أكثر ماله كما هو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر